دايماً بيقولوا الانطباع الأول هو اللي بيدوم على طول قد إيه الجملة دي صح؟ هي خاطئة 100% لأن هي إلا الانطباع الأول يدوب إلى 10 ثواني ينطبق تماماً زي ما شفته أو يقل تماماً لأن حضرتك اتصرفتي أو اتكلمتي لأن بداية العلاقة بيننا هي الـ Eye Contact فأنا شفت حضرتك شفت حضرتك جميلة ورقية وشيك ولابسة على مواد وبرندات شيك وكل حاجة جميلة لكن بدأتي تتكلمي أو بدأتي تتصرفي قعدتي وقفتي هزرنا دحكنا شربنا حاجة مع بعض تصرفاتك دي بقى هتديني الانطباع الحقيقي عن حضرتك اللي ممكن يكون منافي للانطباع الأول أو يكون مطابق لي جداً ولا إيكي أجمل وأحلى لأن الحكمة في الإتيكات بشكل عام بتقول يعني الحكمة العامة بتقول تحدث حتى قراك أنا في الإتيكات بقول تصرف حتى قراك لأنه ممكن عارف أتكلم معك كويس قوي لكن وأنا بتصرف مش هجذب مش هعرف هجذب تصرفاتي هتبين أنا بفهم إتيكات ولا لا أخيراً عايزة نصائح سريعة كده اللي ما شفش من الأول نقوله one two three كده تبس وانت رايح انتروفيو خد بالك من واحد اثنين تلاتة خد بالك قوي قوي من الملابس بتاعتك تكون فورمل بشكل عام تكون أقل بكتير من المظهر الطبيعي موعدك تكون مزبوطة تفاصيل أعدتك ووقفتك تكون منضبطة ما فيهاش ارتياح زي ما بنقعد في البيت في الليفنج في الفوتي بتاع البيت مهم إن أنا أكون عندي ثبات فعالي مركز جداً في كل تصرفاتي ما بتحكش كتير ما بتكلمش كتير ما بسألش كتير لكن من حقي أسأل عن التفاصيل اللي تظهرني فاهم في شغلي كمان فيه نقطة مهمة جداً إنك تبقي فاهمة إنه من حقك وجميل جداً إنك تذكري إنجازاتك فيما سبق لكن مش بشكل مبالغ فيه يعني مش بالثقة اللي فيها أنا أحسن واحدة بتعرف تقدم ده كمان مش عارفة إيه مهم جداً إنك تديله الإيحاء إنك وثقة من نفسك وبتعرف تعملي العمل ده أنا بعرف عمل ده وده كورسات في كذا وكذا وكذا لو عندي إكسبيرينس تعليمية أقولها لازم ده مهم جداً كمان إنه نبقى فاهمين إنه الممتحن شخص زيه زينا فاهم كويس جداً لازم يحترمني في سلامي وفي معاملتي في تصرفاتي لو عرضوا علينا حاجة مهمة قوي لو عرضوا على حضرتك إنه تشربي إيه مش محبب أبداً في الانتربيو إنك تطلبي حاجة حلوة قوي معلومة مهمة جداً مهم جداً كمان الشانطة بتاعتي أو التليفون بتاعي يكون على الجنب مش على تربيزة المكتب لو الانتربيو في تيبل طويلة من حقي إن أنا أقعد وممكن إيدي تتحط على التربيزة لإنه في العادي مش يعني تربيزة صغيرة ما ينفعش إن أنا أحط إيدي عليها ده في الإيتيكات بشكل عام وخاصة للبنات يعني أعدتنا دايماً تكون مناسبة جداً بعيدة تماماً لإني أحط رجلة على رجلة أبداً في الانتربيو للممتحن إيدي تكون بتتحرك لكن بترجع كده أو بترجع كده إنما ما ينفعش إنها لا تبقى كده ولا تتحط بره جسبي خبيرة الإيتيكات ريحاب المحمدي نورتينا إنه هذا في عيش تعيد وخمشوا على المعلومات المهمة اللي قدمتها